تحت عنوان القوى العراقية المناهضة للاحتلال المفهوم والمسار عقد المثاق الوطني العراقي ندوة في مركز راسام بمدينة اسطنبول لبيان ما هي منهضة الاحتلال وطرقها وعناصرها والتحديات التي واجهتها منذ عام 2003 قوى عديدة في العراق كان لها موقف مشرف من الحالة السلبية القائمة في البلاد وهناك مواقف مشرفة لا يمكن أن تمحى على الرغم من محاولات القوى الشريرة أن لا تسلط الضوء على دور هذه القوى الخيرة إلا أن التاريخ يسجل هذه المواقف وهذه المواقف المشرفة الأستاذ وليد الزبيدي عضو اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي تناول مفهوم مناهضة الاحتلال والفارقة بينه وبين المعارضة التي جاء بها الاحتلال وأسست العملية السياسية الفاسدة مصطلح المعارضة هذا مصطلح من يرفعه يؤيد الدستور ويعمل على تثبيته ويؤيد العملية السياسية ومؤسساتها ولا يعترض عليها إلا بشعارات يحاول أن يتلاعب بها للتأثير في الرأي العام الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع بأن المناهضة وحدها هي سليلة المقاومة التي ترفض كل ما جاء به الاحتلال خلاف ذلك فإن الأمثلة كثيرة في العالم وتؤكد بأن مصطلح المعارضة هو جزء حيوي ورئيسي من العملية السياسية القائمة عضو اللجنة العليا للمثاق الوطنية العراقية الشيخ أحمد الغانم تحدث عن مسار القوى المناهضة للاحتلال والتحديات التي واجهتها ويحسب لها حفاظها وطوال الثمانية عشر عاما من الاحتلال على ثوابتها الوطنية التي دفعت مقابلها ثمنا باهضا وما زالت الفاتورة مستمرة إلى الآن فالتضييق والاستهداف محليا ودوليا مستمر ولم يتوقف من أجل إجبارها على أن تكون ضمن إطار القوى الثانوية التي يريدها المحتل وسعى إلى تكوينها لأن المحتل يسعى لكسر إرادة الشعوب وانهيار القوى المناهضة في العراق هو وسيلة لإحباط أحرار العالم عن إداء دورهم وتصدي لأي احتلال كان كما تحدث الغانم عن مشروع الميثاق الوطني العراقي وأهدافه فإنه يطمح إلى تشكيل نظام سياسي جديد يمثل الشعب العراقي ولذلك فإن الميثاق الوطني العراقي هو قوة مناهضة وليست معارضة ومشروعه السياسي جامع لا يستثني أي جهد وطني سواء على مستوى القوى أو الشخصيات الوطنية ولن يسمح أن تضيع حقوق المضحين الصابرين في نضالهم الهادف إلى استعادة العراق وإكمال تحريره وسيحفظ تاريخ الشهداء حراك القوى المناهضة للاحتلال ووعيها السياسي المتظلبات المرحلة يجسد نبض الشارع العراقي الذي عبر عن خارطة الطريق بحراكه على الأرض والشعارات التي رفعها